صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعى أمر ملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة جاء فيه المادة الأولى تشكل لجنة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة وتتكون من الأعضاء التالية أسمائهم فضيلة الشيخ عبد الحسين بن خلف العصفور فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن محمود المحمود فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد العصفور فضيلة الشيخ راشد بن حسن البعينين فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن منصور الستري فضيلة الشيخ جواد عبدالله عباس حسين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن ضرار الشاعر فضيلة الشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني المادة الثانية تعقد اللجنة تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أما في المادة الثالثة تختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية أما في المادة الرابعة تتولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمانة سر اللجنة وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات المادة الخامسة ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمن النتائج أعمالها وتوصيتها بشأن المشروع المحال إليها وينتهي عمل اللجنة فور صدر قانون الأسرة حسب الإجراءات الدستورية